موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي حيثما كنتم ها هي أيام رمضان وليلي تنضي سريعا وكلنا تذوقنا حلاوته واستمتعنا بتلك العبادة وتلذذنا بها اقتربنا من الله سبحانه وتعالى تنافسنا على الخير تنافسنا على العبادة تنافسنا على نيل الأجور حتى نفوز فهل حققنا فعلا الفوز الحقيقي؟ نعم لأن رمضان مميز جدا لأن هذا الشهر العظيم بما يحمله من الخير الكثير هو علاج وشفاء ومدرسة ودورة تدريبية لنفوسنا عشنا فيه التألق الروحي والإقبال القلبي على العبادة على الله سبحانه وتعالى لكننا أحبتي نريد أن نحافظ على هذا الفوز على هذا الإنجاز على هذا الإنجاز ليستمر معنا لنسأل أنفسنا ما هو الفوز الحقيقي؟ نسأل الله فعلا مغفرة وعدقا من النيران وأكيد هذا هو الفوز الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى هناك فوز آخر نناله في هذه الحياة الدنيا ربما من حسنات من أجور من أشياء كنا نحسها في نفسيتنا لما واحد يقول لك نحس روحي خفيف سبحان الله رغم تعب الصيام ونحن صمنا ربما في البرد وفي الحر لكن في رمضان يكون صايم جو العبادات إلى غير ذلك هذه البيئة المحفزة البيئة المعززة البيئة الداعمة للعبادة للراحة النفسية للطمأنينة هذه البيئة تساعدني تشجعني طبعا أكيد سأفوز فعلا في رمضان سأحقق امتصارات وإنجازات ربما إنجازاتنا في رمضان تتعدد نهيك عن الجانب العبادي والجانب الروحاني هناك إنجازات وفوز اجتماعي وفوز نفسي من تراحم من رحمة بيننا وبين العباد من إحسان إلى بعضنا من مهارات نفسية نكتسبها الانضباط والالتزام إدارة الغضب إدارة انفعالاتنا ربما حتى في رمضان توقفوا عن بعض السلوكات والعداد السلبية من نميمة وغيبة مش الدور واحدين نقولوا ما نديرش نميمة ما نديرش غيبة ولا غيراني صايم أخي أخيتي في رمضان تعلمت تلتزم بالصلاة تعلمت أنه تمسك لسانك تعلمت أنه تدير الغضب بتاعك تعلمت أنه ما نديرش نميمة وغيبة لأنك صايم لكن الله دائما معنا فلا تكون رمضانيا وكن ربانيا طيلة السنة هذه المهارات التي اكتسبتها في رمضان وتدربت عليها حافظ عليها أنت وأسرة تاعك أنت أولادك أنت ونفسك إن ضيباطك ونتقدر تنود للصحور في وقت الفجر حتى ربما بكيتأكل تشبع بطنك بيش تشد نهار كامل أو كيتشرب تلك شربة ماء في طيلة أيام سنة نستطيع أن نستيقظ لنصلي الفجر في رمضان اجتهد في قراءة القرآن وتدبره أنا خايفة الآن ربما مع نفسي كل واحد فينا يقول ثم المصحف داك أضعه على الرف ليملأه الغبار مؤسف جدا هذا فوز هذه خسارة كبيرة لأني في فترة كسبت أشياء ثم ما خسرتها لو أنه كل شخص كان في صحراء قاحلة ومعن دواله وأته قطاع طرق لصوص قلبه ملقواله ملقوش وشيده لكن تخيل أن الشخص معمر بالكنوز والأكياس معمره بالخير والنقود وكذا قطاع الطرق سيسترقوها نفس الشيحناية ربما في رمضان كسبنا حقائب رائعة حقائب من المهارات من الحسنات كنوز ثمينة ثم يجي الفطار وخلاص رمضان يجي الشيطان ويجي نفسنا الضعيفة وتبدأ شوي بشوي هذا الخير وذلك المهارات وذلك الحسنات لي درتهم وليس يصرع لهم كيس المثقوب طروح في قيل وقال وكثلت السؤال في اللون في العتاب في عدم المحافظة على الصلوات وعلى عبادات الفوز الحقيقي هو يستمر بعد رمضان أيضا نحن نتكلم عن الفوز الحقيقي الدنيوي النفسي والاجتماعي والمهاراتي والسلوكي لأن الفوز الحقيقي أكيد هو الجنات النعيم هو عتق من النار هو مغفرة الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا إن شاء الله من العتقاء من النار في هذا الشهر الفاضي الفوز هو أن أحافظ على ما اكتسبته على ذلك اللمه اللي ربما في رمضان دايما تليموا على الفطور ربما على صهرة على عبادة مشتركة على صلاة جامعة الفوز الحقيقي لما تستمر هذه لما الأسرة تبقى ملتمة الأسرة تبقى مجتمعة لما يدي هذه اللي مر فتصدق في رمضان ما تقوليش شحيحة خلاص رمضان الحسنة الدكتوري بالحساب مش كما كانت في رمضان مضاعفة ما نقول لكم هذه الجملة سامحوني بالعامية أنا ما ديروش الحيلة ربما هذا هو موسم جني الثمرات نجتهد ونعمل ونقول هذا الخير يشد لعام كامل لا أحبتي حافظوا على ما اكتسبتموه حافظوا على تلك المهارات الرائعة على الشكر على العبادة على الأمور الاجتماعية والنفسية وحتى العبادية لأنه خسارة كبيرة لأنه هنا أنا أخسر أمام نفسي أخسر هذاك الإنسان اللي كسبته هذيك النفس اللي طلعت بيها إلى مستوى عالي إلى مستوى راقي من الأخلاق من العبادات من المهارات من السلوكات ثم في رمشة عين في رمشة عين في رمشة ربما في لحظة ضعف من نفسي استسلامي للشيطان استسلامي لرفقة السيئة نبدأ أدخل في روتين الحياة وربما في سيئات إلى غير ذلك لنحرص على كسب صديق صالح صديق ممكن تقي يساعدني على العبادة في شهر رمضان وعلى الثبات بعد رمضان لأن هذا هو المهم أن نكون رمضانيين ليسا ربانيين هذه الجملة نسمعها دايما وكل رمضان نسمعها وكل رمضان نقول يخلص رمضان والله سأحافظ على الفجر وندير كذا وندير كذا وندير كذا قبل أن تنتهي أيام وليالي رمضان الآن هذه هي الأيام الأخيرة من شهر رمضان هذه هي الليالي الأخيرة فيها الفوز الحقيقي فيها الفوز الكبير استثمروها ربما وش ضيعتوا في الأيام الأولى من رمضان الآن اغتنموا الفرصة بادروا سارعوا في كسب الحسنات ربما أسألوا نفسكم كيفاش تغير وش غير في يا رمضان هلاش أني نحس نفسي خفيفة نحس روحي فرحانة وننصلي وننعبد ونندير كذا لماذا لا أتذوق هذه اللذة أيضا بعد رمضان ثم وأنا في رمضان أخطر لي ما بعده وأنا في رمضان نحكي مع نفسي مع أولادي مع الزوجة التاعي إن شاء الله يا أحبتي فيها أدرنا كما في رمضان هذه الإنجازات الرائعة صلات جماعة وختمات وقيام وتراويح وكذا وعدوني يا أولادي وعديني يا زوجتي ويا زوجي ويا أخي ويا أخيتي أننا نستمر ندير برنامج حتى بعد رمضان بعد رمضان كي النفحات شوال تبقى ريحت رمضان نحن نقولوها تبقى ريحت رمضان والبعض يقول لك رحت بركة على رمضان الأول أيام فنحافظ على تلك البركة لأننا نصنعها أكيد للشهر الفضيل بركته ولكن كي الأشياء نحن نصنعها ندرب أنفسنا عليها نحافظ عليها ما نقفلش الملف ونقفل الكتاب وخلاصي الله ونرجعنا للحياة العادية الفوز أحبتي من نصيبكم إن أنتم أردتم الفوز يكون حليفكم إن أنتم ثبتتم وإن أنتم دوامتم إن أدركتم فعلا أننا دائما مع الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان أن الله يراقبنا أن الملائكة تسجل لنا حسناتنا وتسجل لنا سيئاتنا فلنستمر فلنثبت عليها حتى يستمر الخير معنا حتى يستمر الفوز الحقيقي ونناله ولا نكون من الخاسرين لربما ربحوا يامات وربحوا شويان في لحظة ضعف في لحظة تعب قد ضاع وفسد ما أنجزته لنتنافس لنكون من الفائزين من الرابحين من الناجين إن شاء الله من النيران الفائزين بالجنات الناعين لنتنافس على الفردوس الأعلى لنتنافس أنا وأحبت مش وحد يدخل الجنة خذ بيدي إلى الجنة زوجي زوجتي أخي أخيتي ابني ابنتي خذ بيدي إلى الجنة شفتني غفلت ولسهيت ولكذا خذ بيدي ذكرني حتى أثبت فوز حقيقي إن شاء الله الجنة لنا جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة